التاقى رئيس وعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الأنسان في العاصمة عدن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى الطالب واستعرض رئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي نتأج زيارات اللجنة إلى المحاكم ومراكز الاحتجاز في عدد من المحافظات ووضع القضاء العسكري وملاحظات اللجنة حول تأخير النظر في عدد من القضايا العسكرية ورؤيتها بما يضمن الحق في الوصول إلى العدالة وتحقيق إنصاف الضحايا فيما ناقش اللقاء أهم مستجدات حقوق الإنسان المتعلقة بالقضاء والتأكيد على أهمية إنشاء محكمة ونيابة نوعيتين للنظر في قضايا حقوق الإنسان المحالة من اللجنة الوطنية وفي سياق متصل ناقش رئيس وعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق مع رئيس المحكمة العليا للجمهورية القاضي دكتور علي الأعوش عدد من الملاحظات الميدانية على عملية التقاضي وبطء الإجراءات في عدد من المحاكم وسبل معالجتها تطبيقا لمبادئ المحاكم العادلة والإجراءات الرامية إلى الحد من انتهاكات حقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر